اهداف الذكاء الاصطناعي من الاجهزة والتطبيقات تكون اكثر ذكاء الهدف الرئيسي للذكاء الاصطناعي اثنين فهم ما هو الذكاء الذكاء هو تحليل البيانات الصحيحة وتخزين البيانات واسترجاع البيانات بشكل صحيح في الميكسة الكهربائية امل تقول نعم هذا مثال عليها الميكسة الكهربائية الالية هي روبوت الان من اول يتعبون الخدمات والناس في تنظيف البيوت والاهل وهكذا يعني من الشباب والاطفال يكنسون ويتعبون الان تضغط وتكنس لك البيت كل وتخش في كل مكان وتطلع وتتكلم معك تقول بعد خلصتش عندك الميكسة وسعرها مناسب موجودة ولعلكم شريتوها وسعرها مرة مناسب ممتازة جدا يعني بالذات للناس اللي ما عندهم خدم ممكن تكون مناسبة يعني وجودها في البيت ايضا من فوائد الذكاء الصناعي واهدافه الأساسية جعل الأجهزة أكثر فائدة فهنا جاي بجهاز مكنسة وخليتي يكنس للبيت وعشان كل يوم بيتنا نظيف هذه حاجة حلوة الجهاز إذا خليته أكثر ذكاء يخش تحت ولو أذرع يخش تحت الكنب ويخش يميني سار وينظف كل الأماكن فإذا نظف كل الأماكن بنسبة 90% اعرف إنه هذا الجهاز أكثر فائدة ويطور كل فترة أربعة من أهداف أساسية للذكاء الصناعي فهم مهية الذكاء البشري هل ذكاء الألات يشابه ذكاء البشر ويحاكيه إذا وصلنا إلى هذا الهدف إنه وصلنا إلى ذكاء الإنسان هذه حاجة مرحلة وهذه شيء معيار ممتاز أيضا تمكين الآلات أحد الأهداف يقول تمكين الآلات من معالجة المعلومات بشكل أقرب لطريقة الإنسان في حل المسائل يعني إذا الآلات فهمت المعلومات وخزنت المعلومات الصحيحة واستفادت منها كل مرة وصارت تعلم نفسها فإن هذا الهدف سوف يكون محققا لمفاهيم ومعايير الذكاء الاصطناعي بشكل جيد الأهداف العامة تكلمت عن الأهداف الأساسية الآن أهداف عامة أربعة الذكاء الإنساني تكرار الذكاء الإنساني الذي لا يزال هدفا بعيد يعني من أهدافي العامة للذكاء الاصطناعي أقل ذكاء الإنسان أو حاولت عداء كهدف استراتيجي بعيد المدى إنه الآلات والشركات الآن تبغى الآلات تكون حسن من الإنسان لكن سبحان الله الإنسان هو من برمج هذه الآلات ويستطيع أخمادها أوكي؟ ثنين حل مشكلة المهام المكثفة للمعرفة إذا عندك تطبيق معين إذا عندك تطبيق معين أو عندك يعني روبوت معين فهو يطلب منك معلومات يخزنها وينكحها ويفلترها عشان يستفيد منها الآن يا جماعة كل ما كان عندك معلومة معينة نظيفة كل ما كنت عالم أحد الهوملس في روسيا سوى موقع قال عطني واحد دولار لقاله كتاب في الإيجابيات قال عطني واحد دولار أهديك كلمات إيجابية رنانة وفعلا قاموا الناس يحاولونه طلع عنده 13 مليون دولار طلع غني وهو الآن أحد رؤساء يعني شركات التقنية في العالم هذا الثنين الهدف الثاني وهو التركيز على المعرفة ثلاثة التركيز على التفاعل الإنساني مع الإنسان والإنسان مع الحاسوب نبغى هذا التفاعل والاتصال يكون إيش حيوي أنا لما تتفعلهم معي لأن عشات أنتم ما شاء الله تبارك الله يعني بس لن يتجاوبون وأيضا عندما يتفعل الإنسان مع الآلة يجب أن يكون هناك إيش تجاوب يعني سريع وردة فعل هذا هو الهدف العام الثالث أخيرا اللي هو الإدراك والفعل وردة يعني أنا أسأل الآلة أقول لها يعني ماذا تعرفين عن السعودية السياحة في السعودية فالآلة إذا جاوبتني بسرعة أعرف أنها فيها بينات صحيحة ومخزنة وستطعت أن تجيب إذا أخذت فترة طويلة تستذكر أو تروح تبحث في الإنترنت فأعرف أن الإدراك والتفاعل ووجهة يعني النظر وردة الفعل ضعيفة جدا في هذا المنطق فأربع أهداف تكرار الذكاء بمحاولة تقليد ذكاء الإنسان التركيز على المعرفة التفاعل ما بين الإنسان والآلة وردة الفعل ما بين الإنسان والآلة زي سيري تسعى نصر لجاوب لأنه عنده داتا بيس موجوده هو على فكرة سيري ذكاء اصطناعي أوكي فهو يعني ذكاء اصطناعي بح ترجمة نانسي قنقر